اشتركوا في القناة في الاكل ديالهم كيمشي ويسرحوا في الطبيعة لانه الايبيل او الجيمال اللي هي سرحة في الطبيعة ماشي هي اللي كتتعلف في الكوارة وهذه فرق بين اللحم وبين الشحوم ديالها لهذا احنا كنخليهم كيمشي ويسرحوا على خطرهم في الطبيعة ومن اللي كي يجوا في العشية عود كي يأكلوا الفصا ويأكلوا الشعير في الضيعة وهذا الطريقة هدي هي سهلة جدا انا قطينت هاد الجيمال هادو هادو الاربعة وقطينتهم بثمان اربعة لاف درهم الواحد والحمد لله الان دابا لقزارة وصحاب الايبيل كي يعطوني فيهم ستالة لاف درهم ومن هنا واحد الشهرين ان شاء الله غادي نخرجهم للسوق واكيد اكيد عشرة لاف درهم الجمال ان شاء الله غادي انا نقولوا بان في هادو الطريقة هادين احنا كنحاولوا هادو 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 القضية ديال الايبيل والجيمال نعاودوا نشجعوها من جديد ولكن را كين اكراهات ما كينش دعم الفلاحة ما كينش انا الان اقتنيتهم اكتر من شهرين لحد الان البيطاري ولا الترقيم كمشي عندهم مرة مرة ولكن تشي واحد ما جاش عندي باش يرقموا ولا البيطاري باش يزوروا ولا باش يشوف لهذا نطالبوا من السلطات المختصة باش دعتاني بهذا الفئة اللي كيربيوا الجيمال واللي كي يعلفوهم باش يعودوا يبيعوهم من جديد شكرا شكرا